فقرة التالتة فقرة الكرة العالمية يوم مليء بأحداث يوم مليء بنتائج يوم مليء ببطولات كمان يوم مليء بمفاجآت يعني بداية بمحمد صلاح بمباراة ليفر فول اللي قيمت أمس في الدوري الإنجليزي ومحمد صلاح بيقود ليفر فول بصناعة هدف وأحراز هدف أمان فريق وولفرهامتون الصعد من دوري الدرجة الأولى الشامبينشيب دي كانت بداية الأخبار المفرحة بالنسبة لنا كمصريين لكن مبارح فول سبورتز الكلامنا قلنا أن تريزيجي تم استبعاده من مباراة بشكتاش اللي أقيمت اليوم والمفجأة أن بعد ما الحلقة خلصت تم عقد اتفاق مع تريزيجي أنه يكون موجود في مباراة بشكتاش اللي تلعبت اليوم وفريق قاسم باشا التركي يقدر أنه يفوز على بشكتاش في بطولة الدورية التركي بأربع أهداف تريزيجي شارك في المباراة وأعتقد أن هي المباراة الأخيرة أيه هو الاتفاق اللي اتفع عليه تريزيجي مع الإدارة أنه يكون موجود في المباراة لكن خلاص هيخلي فريق قاسم باشا يبدأ أن هو يستقبل ويوافق على العروض المقدمة لي وعلى حسب الكلام اللي بيتم طرحه في الأخبار والسوشيال ميديا أن في بعض الأندية الخليجية محتاجة خدمات تريزيجي في شهر يناير هنشوف الصراع ما بين تريزيجي وبين خاسم باشا هينتهي بأحد الأندية الأوروبية ولا هيكون في الخليج ناس كتير عندها بعض التساؤلات بعض علامات الاستفهام ليه ممكن تريزيجي يختار الخليج على أوروبا إحنا نفسنا مش عارفين لكن تريزيجي أكيد هو أكتر واحد خايف على مصلحة نفسه وهو دايما بيبص لمصلحته الشخصية ومصلحة طبعا النادي اللي هيكون فيه وكمان منتخب مصر اللي لازم تريزيجي الفترة اللي جاي يكون مركز لشان عندنا بطولة أمم أفريقية وعندنا مباريات وديها ولابد أن يظهر تريزيجي بالشكل المتعارف عليه ده بالنسبة للعبتنا المصرية إمبارح يوم الجمعة لكن النهاردة فيه أكيد أخبار صارة وأخبار غير صار الأخبار الغير صارة بالنسبة لنا كعرب وكمصريين هو خفوز ريال مدريد على نادي العين الإماراتي الشقيق بطولة كأس العالم للأندية والتتويج ثلاثة شامبينز ليج على التوالي وتلاثة كأس العالم للأندية على التوالي علشان يصبح ريال مدريد هو أكتر نادي في العالم بيحقق لقب البطولة هو أربع مرات في لقب قبل كده لكن ثلاثة بطولات الدوري الأبطال يليهم ثلاثة بطولات كأس العالم للأندية طبعاً كلنا تابعنا المباراة وكلنا شفناها شفنا تقلق اللاعب المصري حسين الشحات وأيضاً يحيا نادر حسين الشحات ضيع كورة في أول المباراة لكن ما فيه شك يعني أنا دايماً مش بحب أتكلم على شماعات ومش بحب أتكلم على أعظار لكن نادي العين الإماراتي لعب مباراة أولى كبيرة جداً جداً ولعب مية وعشرين دقيقة المباراة التالتة مع ريفر بليت لعب مية وعشرين دقيقة وبالتالي بنتكلم في حمل بدني عالي جداً جداً فيشكر لفريق العين أنه هو تواجد في المباراة النهائية لعب ثلاث مباريات في أسبوع يعني فترة ليلة جداً جداً أنه يلعب ثلاث لقاءات منهم بثنين مية وعشرين دقيقة وضغط عصبي ونفسي بشكل رهيب جداً وأنه هو يكون موجود في المباراة النهائية حسين الشاحات بيأدي مباراة رائعة بالرغم حتى من الخطأ اللي حي نادر أخطأه وأحرز هذا في مرمى لكن بالتالي بنقوله قد ترخيرك وشكراً أنك بتأدي الأداء الطيب وأنا أعتقد أن دي مستقبل كبير جداً 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 مع فريق العين وممكن كمان يكون من نجوم الفريق الفترة المقبلة لكن يعني سريعاً وإحنا طبعاً بنتكلم هنعرض لحضراتكم باعثة فريق ريال مدريد وهي متوجهة إلى المباراة طبعاً في نظام في شكل الفريق ريال مدريد طبعاً أبطال العالم أبطال الدوري الأبطال وبالتالي يعني ده قدام حضراتكم فريق ريال مدريد وهو متوجه إلى أرضية الملعب طبعاً واضح أن هما نجوم واضح أن هما ستايل بلغة الكورة كارزمة عالية جداً ثقة في النفس عالية عارفين أن هما رايحين المباراة علشان يفوزوا باللقب حفاوة كبيرة جداً من الجمهورة الإماراتي الذواق اللي بيفهم في الكورة اللي هو دايماً بيبعارف النجوم بيبعارف بيقدر الفريق المنافس اللي موجود بغض النظر عن أن الفريق ريال مدريد هو رايح يلاعب فريق العين لكن الأجمل من كده هو دخلة المباراة ودخلة جمهور العين اللي برضو هنتبعها دلوقتي ونشوفها وجمهور العين الجمهور العربي مش بس جمهور العين كله جمهور الإمارات اللي كان موجود في المباراة وأنا أعتقد أني ليه دور كبير جداً جداً في المرحلة اللي وصل فيها أو وصل ليها فريق العين في المباراة النهائية كان منظر مشرف جداً منظر يليق بالعالم كرة عربية كرة إمراطية بالشكل اللي حضراتكم شفتوه كمان دخلة الجمهور دخلة جمهور العين كانت دخلة روعة بنتكلم على أحسن إمكانيات أرضية الملعب ملعب مفيش أروع من كده رئيس اتحاد الدولي كرة القدم كان موجود وبالتالي بنتكلم فيه مباراة مهمة جداً هنعرض لقدام حضراتكم دلوقتي حالاً الدخلة الخاصة بالمباراة ما بين نادي العين ونادي ريال مدريد نادي العين صاحب الأرض والجمهور زي ما حضراتكم شايفين حاجة أكيد يعني لا تقل عن دورياتها الأوروبية ملعب زي ما حضراتكم شايفين ملعب تاريخي ملعب يعني تحفة بنتكلم على أرضية ملعب وكمان يعني من أفضل الملاعب اللي موجودة العالمية ملعب استاد زايد وبالتالي بنتكلم على منظر زي ما حضراتكم شايفين حاجة فريق فعلاً بالكرة العربية والكرة الإماراتية لكن للأسف النتيجة بتكون عكسية النتيجة بتكون خسارة فريق العين بأربع أهداف نقابل أهداف لكن خلينا بقى نروح ليه يعني بعض الجوائز الفردية اللي تم إعلانها أو الإعلان عنها بعد المباراة وهو فوز جاريث بيل بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية 2018 يعني أعتقد أن أفضل حاجة حصلت لجاريث بيل في عام 2018 كان رونالدو مودريتش قفلين عليه مياه ونور خالص ما كانش عارف يتنفس لما رونالدو خرج بدأ أن هو يتنفس شوية بدأ أن هو يكون نجم الشباك مع مودريتش لكن يعني كويس أن الاتحاد دولي يعني منح جائزة جاريث بيل حتى نفسيا تفرق مع الفترة اللي جاية وإصابات كتيرة وتقصير في بعض المستويات لكن جاريث بيل أكيد لعب كبير وواحد من أغلى الصفقات اللي ريال مدريد أتمها في الفترة الأخيرة لكن كايو لاعب العين هو تاني أفضل لعب وبالتالي يعني كده فير انف أن واحد ياخد أفضل لعب من فريق ريال مدريد البطل الكسبان البطولة اللي فائز بأربع أهداف والني كايو واحد من فريق العين وأعتقد أن كايو أدى بطولة جيدة وبطولة مميزة يستحق عليها أن هو يكون أفضل تاني أفضل لعب أنا كمان شايف أن كان لابد من وجود حسين الشحات كمنافس لكايو في المركز التاني حسين الشحات واحد من الأسباب واحد من مفاتيح اللعب واحد من الرجالة اللي قدروا أن هما يقتلوا في ثلاث مباريات علشان فريق العين يوصل للمباراة النهائية سواء مساهمته في الأهداف أو إحرازه للأهداف حسين الشحات واحد من اللعبة المميزة واحد من أعتقد من أفضل الصفقات اللي نادي العين حقاها في الفترة الأخيرة ده بالنسبة لكأس العالم